أخبار المحافظات من محافظة الوادي الجديد اللي تم فيها تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي بمدينة الخارجة في محافظة أسيوت تم الإعلان عن وصول أول جهاز ليزر ماسح ضوئي لقسم العلاج الطبيعي في المستشفى العام عما في المينيا فاستقبلت الشون والصوامع 197 ألف طن عمح منذ بدء الموسم وفي البحيرة تم زراعة 5083 فدان قطن من إجمالي المستهدف زراعته هذا العام تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في الوادي الجديد تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة وإنشاء جداريات فنية لإطفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة وتخصيص مساحة من الممشى كمرسم للأطفال وإجراء مسابقات فنية بين طلاب المدارس بجانب طلاق وجهات المنازل بالمناطق المحيطة والمطلة على الممشى حفاظاً على المظهر الجمالي فأسيوت أعلنت مديرية الصحة عن وصول جهاز ليزر ماسح ضوئي للعمل بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى أسيوت العام الشاملة ويعد هو الأول من نوعه في مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوت وهيتم تشغيله لتحقيق الاستفادة القصوى لصالح المرضى في المنوفية أطلقت الجامعة إشارة البدء للمشاركة في الماراثن إلى نظامته ضمن مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا وبيهدف الماراثن لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل امبعثات الضارة واستغلال طاقات الشباب المختلفة في بنسويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة تبضية على مدار يومين بقرية العوونة مركز إهناسيا وتم الكشف على 1945 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان في المينيا أكدت المحافظة مواصلة استقبال محصول الأمح لموسم حصاد 2024 وتم توريد 197 ألف طن من الأقماح منذ بدء الموسم من خلال 42 موقع تخزيني وبلغت نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة 216 ألف فدان لهذا العام في الشرقية أكدت المحافظة أن مركز مدينة مينيا الأمح بيشهد تركيب بلاط الأنترلوك باعتماد قدره 730 ألف جنيه بمساحة مسطحة 2400 متر لشوارع مسجد الفتح وشارع برسوم بهندسة الري وشارع مسجد هبة الرحمن وحارة السماكين خلف المحكمة وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة في البحيرة أكدت مدرية الزراعة أن المستهدف زراعته هذا العام 42353 فدان أطن موزع على مراكز المحافظة من نوعي الإكثار والتجاري وتم زراعة إجمالي 5083 فدان حتى الآن وبيتم توفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة وبزرة الأطن بالإضافة للمصائد المائية في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة